وان احنا هننزل علبة اللبن مش هنقدر طبعا بنزلها بتلاتة جنيه زي ما وزارة الصحة بتنزلها احنا هننزل العلبة بتلاتين جنيه وده اقل بخمسين في المية من سعر بيعها في الصيدلات والاسواق لان الصحة علبة اللبن ببداع في الصيدلات بستين جنيه فاحنا هنبيعها بتلاتين جنيه اي ان احنا عاملين دعم وتخفيض للأسرة المصرية خمسين في المية على علبة اللبن وقالت في الآخر القوات المسلحة في ختام البيان ان احنا نرجو من الناس بس انها ما تصدقش كل الاكاذيب وكل الاشاعات وانه احنا بنحاول نساعد لو مش عايزيننا نساعد خلاص بلاش اقولونا ما تساعدوش وخلوكو في شغلكو العسكري والتدريبي والسلاحي والقتالي وملكوش دعوة بخدمة المجتمع المصري وانا الحقيقة نيابة عن المحترمين في هذا البلد بقول للجيش لا انت دورك زي ما دورك في الحرب مهم دورك في السلم في رأيي يا قواتنا المسلحة اهم والطرق والكباري والقناة السويس والمعدات والانشاءات وكل حاجة منورة في مصر انت بتساعد فيها مش بقولك ده مننا وتفضل لكن هذا واجب عليك ووجب علينا كمان الامتنان والشكر الى ان تستطيع الحكومة وحدها ان تطلع وتقوم بكامل مسئوليتها لكن فكرة الهجوم والتشويه من مغرضين واعداء ماشي افهمه لكن من شباب مصري عادي يقوم على العومهم ويفضل يشويه انا في رأيي انه كتير كتير من الشباب كتير من اجيالنا الجديدة محتاجة تراجع نفسها ومحتاجة تراجع افكارها انا ما بقولش ان هم خونا يتقطع لساني الشباب المصري شباب رائع بس في جزء من هذا الشباب في جزء من هذا الشباب الله اعلم بقى عدده لكن في جزء من هذا الشباب اتلوثت افكاره وفيك بعض الجهات واضح انها استطاعت انها تسيطر على دماغ الشباب ودي برضو هرجع اقول لكم مسئولية الدولة فين الخطاب الديني الصح وفين الثقافة فين وزارة الثقافة وزارة الثقافة فين يا وزير الثقافة وزارة الثقافة اللي معنية بتشكيل وعي الشباب وتثقيف الشباب وتثقيف الشباب ده معنى ان انا اعرض له فيلم